اليوم حين قدم اليمين انتهى طيب سأبقى في نفس سياق أستاذ بولنوار وأعطيها الكلمة لأستاذ بن يمين في هذا السياق دائما طبعا السؤال ما هي قراءتك لخرجة رئيس الجمهورية اليوم والتوجه مباشرة إلى المتعاملين الاقتصاديين خاصة في هذا الظرف الحساس المتعامل الاقتصادي أو المستثمر بشكل عام ينظر إليه بكثير من الريبة خاصة أن الجزائر سجلت ملفات كبيرة في الفساد في هذا الإطار بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لمشاهدين أولا هو تلاقي موعدين موعد صالون وموعد رئيس مباشرة بعد الانتخابات توجه الرئيس للصالون مثل هذا هي نقطة تلاقي نشوفها طيبة بحكم أنه إشكالية الوقت الحالي للجزائر هي الاقتصاد لكن إلى حبيت نحيا هذا نقطة التلاقي وهذا الموعد والله كان واحد قصة استحضرتها الآن كينيدي قال للأمريكان لازم نتطلعوا للفضاء بعد عشر سنوات وكينيدي نباسترونوت لكن رئيس عنده نظرة استراتيجية مش كوني يطلع للفضاء علماء الأمريكان وبالتالي الجزائري لحبة تستفاد من هذه اللقاءات سواء هذا اللقاء واللي اللقاء لبعده ونظرة الرئيس ونظرة مؤسسات الدولة يجب أول شيء يلتحق بالرئيس لسيرفوالجاري من غير العلم ومن غير علماء الجزائر لا يمكن أن نؤسس الاقتصاد ولا يمكن أن نقلب الآية القديمة اللي كانت الاقتصاد في خدمة السياسة الاقتصاد يجب أن يكون في خدمة البلد الاقتصاد بش يبنى بعلم الشيء اللي كان غايب بغض النظر على كل شيء اللي يوقع لكن النواة اللي كانت غايبة هو توظيف العلم في بناء الجزائر ويسامحوني المستمعين وظفنا الجهل شهاداتنا حطيناها في الرف علمنا حطيناها في الرف نتغنوا بالعلم ونغيروا لما نشوفوا الدول تخدم بالعلم لكن نحن نخدم بغير العلم اليوم اللقاء هذا تح 500 شركة والله الجزائر عندها تقريباً واحدة إلى كانت الإحصائيات سليمة مليون ومئتين ألف شركة متوسطة صغيرة وأغلبها صغيرة جداً هذا المليون هذا لا تكفي ولا يمكن أن تكفي لأنها أنتجت وأنشئت في ظرف ما فيهش نظرة استراتيجية كلية ولا يمكن أن تكفي باش تعوض الريع البترولي في تصوري إلى ممكن أن نواصل للتحليل في تصوري والله إلا حبينا ننجحه إن شاء الله إن أكد وإكد يجب ي insanlar يجب أن يكون ماذا يجب أن يجب أن يفعله بشكل عقاد ويجب أن يفعله بشكل ماذا؟